السلام عليكم أخواتي مرحبا بكم في قناة شاف نور الدين و مرحبا بكم فيديو جديد اليوم إن شاء الله سنشوفوا طريقة التحضر الغريبة بالكاكا والكوك كاتجا رائعة جيدة بزاف إن شاء الله سنعجب دلكم أجربة نبقى بركة الله سنضكرون مقادر وطريقة التحضر بالنسبة للمقادر سنتجل بركة الله 300 كرام دي الكوك الكوك بالأحسن يكون كوك نوع جيدة خميرة حمرة كاس دلت سكر الخاشين ما يعدين 150 كرام واحد الياغورت كاس دلت السيت ثلاثة البيضات وجمع عرق كبار ديل الكاكا والمور على بركة الله سنضيف طريقة التحضر ثلاثة البيضات ونضفنا كاس دلت السيت خميرة حمرة نضيف الياغورت والسكر بالشكل هذا سنضيف جميع المكونات كي نحصلوا على لحية الخالة اللي هو جانس سنضيف الياغورت والسكر الزيت والخميرة الحلويات سنضيف الكاكاوتا ونخلطه فبالنسبة الجوز الهند من الأحسن أن تستعملوا الجوز الهند اللي يكون جديد باش تحصلوا على نتيجة زوينة لأن الجوز الهند اللي يكون الجديد من اللي كان يكون وكان يعجنوا فيه كي يطلق واحد الزيت وهذيك الزيت اللي كي يطلق كتساعد الحلوة دينا باش ما تجينيش ناشفة كتجي يعاطيه واحد لا ييني واحدا ما تقليه هو زوين 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 بساف من بعد الجوز اللي انت غادي نطيف تقريبا واحد جوجه مع الكبار ديال الضقيق يعني الدقيق عادي غادي نطيفهم على الخالط جوجه مع الكبار ديال الضقيق ثم كما كتشوفو ندابجوا عندنا المكونات كما كتليكمان ثم كما كتشوفو ضفينا الدقيق تقريبا جوجه مع العلق كبار عامرين تقريبا جوجه مع العلق كبار باش كنتم غادي نوك تعجنوا ودك الكوكرا كيتلق الزيت ودك ينيو دك الدقيق كيتجمع لنا مع الحشوة ديالنا انتما كما كتشوفو العجين ديالنا الشكل اللي لكي فاش كي يجين نحن نحن جوجه على بركة اللي المظهر والسكر الخاشين او لا السكر غلاسي فاش عادي نبقىون مرمى دول حلوة ديالنا كاتش نتول حلوة ديالنا كنشكلو على شكل القويرات باتشكل هذا بالنسبة للقويرات خاصهم يكونوا كلهم في نفس الحجم يكونوا مقادين كاملي يعني باش دمجينش حلوة كبيرة حلوة صغيرة خاصهم كلهم يكونوا في نفس الحجم باش نحصلوا على الحلوة في نفس القياس دائما الكندانو يدينا بمظهر هذا الشكل هذا دائما بمظهر احت ذاك مظهر كي ساعد الحلوة ديالنا انها ما تجيش من جي معلقة وهذا الشيشة ما تجيش هي كقاس حامل الداخل من الان طيب ازو ما كما كتشوفو بنفس طريقة دائما فهذا الحلوية تجيو حلوية تساهلين واني رأي عين رأي عين بسه هنا فرش الورق ديال الفور فطة واحدة الحلوة ديالي كنضغط على هكا شوية بالمعلقة من الفوق باش كنساعدها باش تشقف كندخلها لفر اللي مشعل من التحت ومن الفوق كذلك باش مجهد كنوقفو حدها كنقابلوها كنحسبو لها تقريبا ثمانية دقيقة الماكسيمو كنخرجوه هي باقلينا شوية باش ما تجي ناشفة بزاف لاني خليناها نشفة ما كيبقاش رمدق ديالها زوين ومعلك يعني الماكسيمو ثمانية دقائقة لعشرة دقيقة لان مجرد انها طيب من التحت ونحصو بها تشققت من الفوق كنخرجوه وكنخلي واحدة كتبرد وكنقضوها كما كتشوفو الشكل ديالنا كنت جي معا للكامراء بزاف ان شاء الله تني الاعجاب ديالكم وانتجربوها كنتمنى لكم امسية ساعدة متنوش تخلو ليه التعلاقات ديالكم ومدرو جميل فيديو الى حلقة مقبلة بحول الله